مجلس النواب وبعتقد هذه التعديلات يؤخذ بها وهذه التعديلات بدألك شغلة نحن رح نرجع نقدمها مباشرة باعتراح أنون وما كنا بنا نشربك الأمور ببعضها بس هذه سهلة يعني هذه ما بتغير شي من طبيعة الانتخاب بالعكس يعني هذه بتسهل العملية وإذا أنجد نحن صادقين تجاه المنتشرين بنيةهم يشاركون بتنعمل هذه التعديلات لأنه بتسيت عدد المشاركين وبتسهلهم مشاركتهم نواضح أنه رئيس الجمهورية بالرد اللي عمله لمجلس النواب أنه هو مش موفق على هيدا التاريخ وبالتالي لن يوقع على مرسوم مثل ما هو أعلن بكتابه لمجلس النواب إلا بيأيار يلي هو الموعد الطبيعي لإجراء الانتخابات ينتخبوا بحسب التعديلات اللي نحن بيعطينا بتاعوا نعمل اللطاقة الممغنطة مش قادرة تعملها الداخلية بتعمل الميجا سنتر شو حج ما بيعملوا الميجا سنتر وبيزيدوا مشاركة اللبنانيين وبيزيدوا لحريتهم وإمكانية تنقلهم وكل هالأمور هيدا وأكيد بدا تصير الانتخابات وأكيد لازم تصير الانتخابات ما في سبب لأنه كل التعديلات أو الاخناقة يلي عم تصير على القانون ما بتمنع أنه الانتخابات تصير الانتخابات لازم تصير موعدة بأيار هيدا وقت الطبيعي والقانون وتعديله والطعن فيه بينبت بشهر كنون الأول يعني قبل نهاية الـ 2020 وضروري أنه صوت المنتشرين يوصل ويكونوا عم بيشاركوا فعليا مثل ما كانت فرحتهم كبيرة بالـ 2018 وشاركوا هالمرة مشاركتهم أفعل لأنه عم بيشاركوا عم بيكون عندهم إمكانية التصويت واحد عم بيكون عندهم حق التمثيل يتمثل وضغرب النواب لأيارون وعم بيكون عندهم شيء تالت جديد هو حق الترشح